نهارنا وحلقتنا معكم بزاوية كتير حلوة زاوية فيها أمل وفيها رسالة حب وفيها رسالة فرح اليوم رح نصديف وإياكم بانا زلابيا صاحبة فكرة عمل فني بعنوان أملا بالله سنحيا عمل فني برسالة أمل يسعد صباحك بانا صباح الخير صباح الخير بانا يعني بداية قبل ما ندخل بتفاصيل أكتر حابين هيك نترك هذا العمل لمشاهدين كمان اللي يأخذوا شحنة من الأمل في ختام الأسبوع ونرجع ونكمل معاك بكل هاتفاك أملا بالله سنحيا علمنا الحب الله ولأن الآمل هوانا نمضي حبا في الله أملا بالله سنحيا علمنا الحب الله ولأن الآمل هوانا نمضي حبا في الله وتدور بنا الأيام وظلام الكون يسود وتكاثرت الآلام والفرحة إلا تعود يدنا بيد تامتا للخير نسعى ونجود فالحب فضاء حر وبالضحكات ستعود شمس قمر وضياء فالأرض البيت الواحد يسكننا كل رجاء بعطاء أمضي وأعا أملا بالله سنحيا علمنا الحب الله ولأن الأمل هوانا نمضي حبا في الله مضى عام قاس فينا كم تاهد فيه أماني فرق ما فيه أحبها وتألم وكم نعاه رحكاتنا سوف تعود مهما تنقص الأيام كان عاما مليئا بالتحديات ما مضى فات وما ذهب مات منا من فقد غالي ومنا من فقد حلم ولكن بالإيمان والأمل تتجدد الأمنيات هكذا قدمت بانا هذا العمل لكل جمهورها ولكل أبناء شعبنا ولكل العالم هذه الرسالة المعجونة بالأمل وهذا اللقب يمكن قليلا نقول عنك سفيرة الحب والأمل سفيرة الجمال كمان يسعد صباحك شكرا أهل الطاقة وشكرا أهل العمل يسعد صباحكم جميعا يسعد صباح الشعب الفلسطيني والعالم بأسره وأنا يعني بعد ما أنت حكيت هذا الكلام خلصوا يسعد صباحك يا بانا يعني عن جد يعطيك العافية على هذا الجهد المبول يعني هاي كانت هيك رسالة عطاء وأمل للناس لحتى يتفائلوا بالعام الجديد عام 2021 إن شاء الله يكون عام خير على الجميع وإن كمان منعيد على الناس وطوائف المسيحية الشرقية اليوم بمناسبة أيدي الميلاد المجيد بالبداية نعرف ليش حبت بانا أن تعمل هاي الفكرة شوفي أقولك شغلي يعني إحنا كشعب فلسطيني خلينا نقول متعودين على الصدمات يعني وشعب جبار متعود فأنا حبيت هيك رسالة أمل يعني أوزها على كل الناس بطريقة كتير بسيطة عشنا عام كتير كتير صعب بغض النظر يعني كل بني آدم في هذا العام الضرر كل بني آدم تأثر بالظروف اللي إحنا كنا عايشين فيها كل واحد خلينا نقول على مستوات ضرر يعني فبالنهاية رسالة أمل بسيطة ممكن تعطينا هيك شوية تفاؤل بالسنة الجديدة وبالنسبة لإلي أنا المتابعين اللي بتابعوني على السوشال ميديا عندهم معي فكري كتير كبير فصدقيني يعني حركة بسيطة مني حسيت أنهم هم يعني انتفضوا فمش غلط إنه إحنا نعمل هيك عمل بسيط نوزع فيه رسالة أمل خلي يكون ببداية لقاح زي ما بنقول دائماً إنتي لما بدك تعطي البني آدم إبري أول إيشي شو بتعملي نفسياً بتهدي بتهدي بتهيئي فبعدين بتعطي اللقاح صح ولا لا فإحنا هذا اللي عملنا مش أكتر إن شاء الله نكون إنه إحنا تركنا بصمة ورسالة حلوة يعني شوية هي الفكرة وكلمات بتجنن والصوت كمان مع الفنان الفلسطيني نادر حمودة يعني كمان أعطى كمان الكلام ودائماً نحن شعب ممكن نقول درويش قال نحن شعب محكوم بالأمل وكمان كلمات الرضا واللي فيها دعاء وأملاً بالله سنحيا هذا اللي إحنا باقين عليه كده شفتي صدى المتابعين وكيف علقوا على هذا الفيديو بعد ما أنت قدمت له مياه إهداء على صفحاتك على السوشال ميديا يعني الحمد لله أكيد أنت كلكم لمستوا قدش صدى الأغنية كان حلو أنا أصريت إن الأغنية تكون باللغة العربية الفصحة لما أنا اتصلت في نادر وقلت له نادر بدنا العمل يكون باللغة العربية الفصحة عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من العالم وممكن يوصل لناس بر فلسطين وفعلاً هذا اللي صار أنا وأنا بقرأ الكومنتز صورت أقرأ كومنتز من الجزائر من مصر يعني فأنا هذا اللي أنا عانيته إنه ليش تكون باللغة العربية الفصحة ولغتنا هي بالنهاية فأثرت في الكل كمان الكلمات إذا بتنتبهي فيها يعني زي ما بقولوا طلوع ونزول فيها يعني أمل بتعطيكي وكمان بتحسسك قديش إحنا عشنا بظروف صعبة حتى المشاهد إذا بتطلع عليهم في مشاهد حزينة مباشرة إحنا مرد من داوي كنت أعلق على موضوع زاوة المشاهد تحديداً أنت كمان قدمت شكر من خلال هذا العمل للأجهزة الأمنية لطواقم الصحفيين وشفنا كثير من الوجوه اللي كمان عم نعيشها ونعيش معها هاي كمان لفتة مهمة جداً إنه من خلال فننا ومن خلال السوشال ميديا نقدم لكل حدا حقه واجب كمان صحيح والله أنا يعني بدي أحكي كلمة عن جد أنا بفتخر أني أنا عايش في هاي البلد لأنه القيادات الموجودة عندنا والكوادر الطبية والأمنية تعاونوا معاي يعني بطريقة خيال يعني مجرد ما أحكي الفكرة بس ما يعطوني مجال أقول له إحنا go ahead معاكي ما في مشكلة أقولهم إحنا بس نعطي رسالة أمل للناس بدنا كذا تعرف إنه لازم ناخد إذن يعني كمان بالنهاية هذا عمل خير والكل يعني بتعاون لما يكون في عمل خير يا صحيح يا ربس أوكي بس برضو ممكن أنك أنت تستسعب شوي أنك أنت تاخدي إذن من هون ومن هون على طول يعني من كلهم بقدرش أحكي أسامي لأنه عن جد كلها تعاون معنا أكيد كمان يعطيهم العافية والطواقم الأمنية والطواقم الطبية حبي أحكي عن التصوير والدقة والاحترافية العالية يعني كل هذا أكيد أنت كمان أشرفت عليه بأنا طحيح خطوة بخطوة أكيد وكمان هذا بده تعب يعني صعب أنك توصلي كمان صورة ورسالة وتكون بمثل هاي الاحترافية نحكي عن الطاقم المتعاونين والشركاء اللي معاكي كمان شوف هي الفكرة مجرد ما أنا إجت في بالي على طول كل اللي قاعدين معاي بطي مقولوا لي بانا إحنا بحاجة لمخرج بحاجة لسيناريو بحاجة أنت ما رح تقدري لحالك أقول لهم لا تركوني أنا أحب العمل يطلع من كوني أنا أكون تعبانة فيه بكل تفصيلة إحنا ما كان معنا مخرج ما كان معنا سيناريو بس أنت كان لك تجربة إعلامية يعني ب30 حلق يمكن إنها هي ساعدة الشفاء بس إنه ما كان في يعني العمل طلع يعني بالضخامة هاي من قاع بسيط كتير يعني ما كان في مخرج أصريت إنه إحنا نصور مشاهد من الشارع تكون مشاهد حقيقية يعني إذا بنا نجيب مخرج يقول لي لازم نجيب ممثلين وقولهم لا أنا بدي أخذ الدكتور فعلا اللي تعب الدكتور اللي أخذنا من وقتها إحنا ووجدت اشتغلت معنا الكوادر الأمنية هم الحقيقيين فعلا ما جبنا ناس تلبسوا لله هم هم يعني كله فأصريت إنها تكون من الواقع الشارع الفلسطيني والحمد لله ما هو زي ما بقوله لما بيكون فيه تيسير بالأمور بيكون فيه قبول شوفوا النية على نياتكم ترزقون إن في سفيرة الإيجابية كمان وسفيرة العطاء يعني كان لك تجارب كتير كبيرة بالعمل الإنساني والعمل الخيري ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني هاي كمان رسالة شكر نقدم لك إياها ويمكن هاي بي سهلت عليك إنه أنت كمان تعيش الاشي اللي بروحك في كل بسمة بكل قهر ممكن يمر علينا كدش بتحسينه يمكن هذا العمل كمان ينقلك لعالم آخر كل عام نصير ننتظر منك كمان هيك فيديوز هيك رسائل هي هاي المسؤولية اللي أنا بتعرفين مبارح أنا قاعدة بحكي لبابا وماما بقول لهم أنا حسنت حالي هلأ صورت فيه مسؤولية كبيرة علي إنه حاسة إنه الناس اللي عم تستنى إنه أنا أطلع بإشي تاني يعني حتى لما بيجوا بقولولي ببعتولي على الكومان سفرت السعادة سفرت الكامل بقولهم قدش الإسم بفرحني قدش بحملني مسؤولية كبيرة إنه أنا لازم على طول سورة الناس بتستنى إنه هي جاي رمضان أكيد حنعمل إشي هي جاي العيد أكيد حنعمل إشي فهو قدش مفرح قدش فيه على كتافي مسؤولية كبيرة سورة صحيح وخصوصا مع كثرة أعداد المؤثرين يعني على مواقع التواصل الاجتماعي قدش مهم إنه إحنا كمان لما يمكن نحضر السوريات أحدا من المؤثرين نشوف محتوى نشوف مضمون وما أجمل مضمونك يا بانا يعني خصوصا في هاي الفكرة في هذا العمل الفني حابين هيك نسمع منك كمان عن صدى الناس من العالم العربي بكرتي قبل شوي حكيتي من الجزائر من مصر كيف كمان التجاوب كان معهم يعني بتعرفي أنا بعتت عندي على لينك الواتساب أول ما نزل العمل اللينك تبع الأغنية بعتته على الواتساب لكل اللي عندي أنا قريدي ناسي إنه الواتساب عندي مليان ناس وحتى ناس معروفين ومشاهير وفنانين من بره أنا مش متذكري هذا الحكي من وقت برنامجي في رمضان كان عندي في الداة فعلى طول صار الكل يرد علي يعني حتى الناس اللي ساكن بره فنانين من لبنان من مصر يبعتوا لي يقولوا لي إيش هذا العمل ما مضل حدا يعني محمد عساف بعتلي يقولي بانا إيش هالعمل الرائع هذا أنا بفتخر إنه في حدا عن جد في بلدي بعمل هيك عمل قيادات كبيرة حكت معاي والله تليفون يعني أنا ما بدي أحكي بس أقول لي بانا إحنا جدا يعني أنت إجيت عندي سين من الناس يقول لي أنت إجيت عندي وقلت لي بشرفني إنك تكون معي بالعمل أنا هلا بقول لك إنه أنا متشرف إنه أنا كنت في هذا العمل وإحنا متشرفين إنه أنت موجود معنا فهذا كلام رائع وإحنا متشرفين إنه نختم هالأسبوع ونختم هاللقاء بوجودك شكرا أمل بالله سنحيا نحن نعيش في هذا الكون حياة واحدة فقط دعونا جدا أفضل حياة ممكنة شكرا يا بانا شكرا لإلك شكرا لإلك يا را ونهاركم سعيد وسنة مليئة بالحياة والسعادة والأمل وكل ناس تحقق أحلامها إن شاء الله يا رب كل شكرا لإلك بانا زلابيا